لما يكون عندي الـ Expected Frequences اللي موجودة في الـ Contingency Table عبارة عن قيم صغيرة في الحالة دي ما نداش نستخدم يعني مثلا لو عندي جدول عبارة عن 2x2 صفين وعمودين في الحالة دي عندي حل بديل بدل من الـ والحل ده هو أصلا مخصص للـ Small Samples الاختبار ده اسمه وفي فيديو النهاردة ان شاء الله هنوضحه بالتفصيل فهلا هاتكم باية الشاي بتاعك والكشكول والألم ويلا بنا نبدأ فيديو النهاردة ده السلام عليكم ورحمة الله وبركاته و أهلا بيكو اشياء في فيديو جديد مع الجاهري اي آو اي زي ما قلنا في أول الفيديو نهاردة ان شاء الله هنتكلم عن نوع جديد من الاختبارات الاختبار ده بيتعامل على ان عدد العناصر اللي موجودة في كل سل هو التستستيستيك اللي احنا بنعمل عليه الاختبار بتاعنا ونقدر ساعتها نقول ان النال هيبوتسيز عندي هو عبارها ان الفريكوانسي اللي موجودة في الابزيرفد الخاص بالسل معينة بيساوي الفريكوانسي الخاص بالإكسبيكتد اللي موجود في السل دي يبقى احنا نتعامل على السل على انها هي الستستيستيك بتاعنا وفي حالة النال هيبوتسيز بنقول ان الابزيرفد بيساوي الابزيرفد في السل دي بس والكلام ده في كل سل موجودة عندي وحالة الالترنتب هايبوتسيز هيكون في كل سل الابزيرفد لا يساوي الاكسبيكتت ففي الحالة دي بنستخدم طبعا التو سايد التست اللي هي يساوي ولا يساوي وفي الحالة دي نقدر نقول ان الفيشرز اجزاكت تست يعتبر هو هو القاي سكوير تست فور اندبندنس بس الكلام ده على كل سل لان احنا هنا برضو بنقول ان حالة النال هايبوتسيز الفاريابولز اللي عندي هم عبارة عن اندبندنس لكن الجديد بقى في حالة الفيشرز اجزاكت تست وده غير القاي سكوير تيست خالص إن نقدر هنا أعمل الوان سايد التيست بحيث إن يكون النال هيبوتسز عندي هو عبارة عن إن الابزربت كونت يكون أكبر من أو يساوي الاسبكتد كونت وفي الحالة دي الألترنتب هيبوتسز هيكون الابزربت كونت هيكون أقل من الاسبكتد كونت أو ممكن نعكس إن النال هيبوتسز عندي ممكن يكون إن الابزربت كونت يكون أقل من أو يساوي الاسبكتد كونت وفي الحالة دي الألترنتب هيبوتسز هيكون عندي ان الـ Observed Count يكون اكبر من الـ Expected Count لكن في العموم مش بنستخدم الـ One Sided Test الا في حالات معينة بتستطيع ان احنا لازم نستخدم الـ One Sided Test انما الشائع في التست ده ان احنا نستخدم الـ Two Sided Test طب زي ما احنا متعودين مع بعض تعالوا نشوف الكلام ده على مثال تعالوا نفترض ان انت عملت سيرفي صغير بتتكلم فيه مع ناس بيزوروا متحف معين وهنفترض ان دراستك ايمة على نوعين مختلفين من المتاحف متحف للفن الحديث ومتحف للفن الكلاسيكي والدراسة بتاعتك ايمة على ان بجانب زيارة المتحف فيه ناس بتشتري حاجات من المتجر الخاص بالمتحف ده على سبيل مثلا كهدايا او حاجات تسكرية وهكذا عاوز ادرس بقى في الحالة دي العلاقة ما بين نوع المتحف وما بين نسبة شراء الهدايا التسكرية دي والكلام ده على نوعين المتاحف الموجودين عندي وهما الـ Modern و الـ Classic فلقيت النتيجة بتاعتي طلع عندي بالشكل اللي قدامك ده العدد الكل للناس اللي زارت المتحف في اليوم ده كان 22 شخص في حالة الكلاسيك واربعة في حالة الـ Modern الناس اللي زارت المتحف بس مجموعهم تسعة والناس اللي اشتريت حاجات من المتجر الخاص بالمتحف مجموعهم سبعتاشر فكرة الاختبار بتقوم على الـ Marginal Frequences وخلي بالك من الجملة اللي انا هقولها دي الحاجة التانية اللي بيقوم عليها الاختبار ان فيه عدد محدد من ترتيب القيم الخاصة بالـ Joint Frequences اللي بتحقق القيم الموجودة فعلا في الـ Marginal Frequences ايه بقى الجملة الغريبة دي تعالوا مع بعض كده نفهمها واحدة واحدة يعني مثلا على سبيل المثال بدل ما يكون عندي في أول صف 14 و 8 ممكن نزود واحد وننقص واحد عشان يفضل المجموع زي ما هو فيبقى عندي هنا 13 و 9 وبكده يبقى احنا قدرنا نحافظ على المجموع اللي هو 22 اللي موجود عندي في الـ Marginal Frequences وفي الصف التاني ممكن نعمل العكس ويبقى عندي هنا 4 و 0 وبكده يبقى احنا عملنا أرقام مختلفة لكن حافظنا على الـ 4 قيم الموجودة في الـ Marginal Frequences عشان نعمل احتمالات تانية مش هتقدر تنقص من السل اللي موجودة تحت على الشمال واحد كمان لأن السل دي موجود فيها صفر فكده قدرنا نوصل للليمت المسموح به في الاتجاه ده لكن نقدر نتحرك في الاتجاه التاني يعني كان عندنا في الصف الاول 14 و 8 هننقص واحد من التمانية ونزوده في الـ 14 ونعكس الكلام ده في الصف التاني يعني الصف الاول عندي هيكون عبارة عن 15 و 7 والصف التاني هيكون 2 و 2 تعالوا نعمل تغيير تاني هنطرح المرة دي 2 بدل ما نطرح 1 هيبقى الصف الاول عندي عبارة عن 16 و 6 والصف التاني عبارة عن 1 و 3 نقدر برضو نغير تاني باضافة وطرح 3 بدل من 2 و 1 فهيبقى الصف الاول عندي 17 و 5 والصف التاني هيبقى 0 و 4 وبالشكل ده يبقى برضو قدرنا نوصل للليمت اللي قدر نمشيه في الاتجاه ده وبكده هيبقى أنا عندي 5 احتمالات لترتيب الـ Observations اللي هي عندي Joint Frequences عشان احصل على نفس المarginal Frequences وهم الموجودين قدامك دول وده بيفصر معنى الجملة اللي احنا لسه إلينا من شوية ان انا عندي عدد محدود من ترتيب القيم الخاصة بالـ Joint Frequences عشان تحقق القيم الموجودة فعلا في المarginal Frequences السؤال هنا ايه هي احتمالية وجود كل configuration من الخمسة الموجودين قدامي دول ايه احتمالية حدوث كل واحدة فيهم يبقى قبل ما نكمل عايز بس اوضح لك حاجة انت عندك المarginal Frequences ديهت الحاجة اللي انت متأكد منها لكن الـ Joint Frequences انت بتشوف ايه هي الاحتمالات اللي اقدر اكون بيها المarginal Frequences اللي انا متأكد منها فلاقيت قدامك ظهر خمس احتمالات عايز تعرف ايه هي احتمالية حدوث كل جدول فيهم السؤال ده قادر اجاوب عنه من خلال معادلة ثابتة وهي معادلة خاصة بحساب الـ Probability لكل جدول موجود عندي المعادلة دي بتقول حاصل ضرب الفاكتوريالز للمarginal Frequences على حاصل ضرب الفاكتوريالز للـ Joint Frequences مضروف الفاكتوريال الخاص بالـ Sample Size ككل نقدر بقى باستخدام القالة الحاسبة او الكمبيوتر قادر احسب الـ Probability الخاصة بكل جدول موجودة عندي بمنتهي السهولة اللي قدامي ده هو الـ Probability الخاصة بالخمس احتمالات او الخمس جداول اللي اقدر اكونهم مع المحافظة على المarginal Frequences زي ما هيه هنعتبر الكيمة الموجودة عندي في السل اللي فوق على الشمال هي القيمة دي اللي بتعبر عن الجدول ككل هنعتبرها هي الـ Test statistics عندي اللي هي العلامة المميزة اللي موجودة في كل جدول هنقول مثلا ان احتمال ظهور رقم 9 في السل دي هو 16 من 100 واحتمال ظهور رقم 8 في نفس السل هو 41 من 100 وهكذا لانك لو عرفت قيمة سل واحدة بس تقدر تجيب باقي السلز من خلال المarginal Frequences فحنا بنختار سل واحدة بس بتعبر عن الجدول ككل لان من خلالها تقدر تستنتج باقي الكيم الموجودة في السلز فحنا وليكن خدنا الكيمة اللي موجودة اعلى يسار الجدول ومن خلال الحسابات اللي قدامنا دي نقدر نقول ان اكبر احتمال للظهور هو احتمال ظهور الرقم 8 في السل اللي موجودة اعلى يسار الجدول والاحتمال هنا بيساوي 41 من 100 وفي الحالة دي مش هنرفض النالها Hypothesis انما في حالة ظهور الرقم 5 في السل اللي موجودة اعلى يسار الجدول هتلاقي احتمال ظهورها هو عبارة عن 8 من 1000 وفي الحالة دي هنرفض النالها Hypothesis لان الـ P-Value هنا هتكون أقل من 5 من 100 اللي هي الـ Significance Level عندي وبشكل عام نقدر نعمل Fisher's Exact Test في الجدول الكبيرة اللي اكبر من 2 في 2 وطريقة التعامل مع الحسابات هتكون واحدة وبالرغم من ان حساب الاحتمالات في الحالة دي هيكون معقد وصعب لكن بالفعل تقدر تستخدم Fisher's Exact Test عادي جدا لكن بشرط لازم يكون عدد الـ Observations الموجودة جوه السل عددها قليل عشان يبقى عندك عدد محدود من الاحتمالات انما لو عدد الـ Observations الموجودة في كل سل عددها كبير فده هيخليك كل شوية تطرح واحد وتزود واحد فتلاقي عدد الاحتمالات الموجودة عندك او عدد الجداول كبير جدا لان لو تلاحظ في المثال اللي فات كنا بنقف في اتجاه معين لما يكون في سلة عندي وصلت للصفر فلو السلة دي تفيها رقم كبير وكل شوية تطرح منه واحد فوصولك للصفر هيكون عدد كبير من الجداول وفي الحالة دي هيكون صعب جدا استخدام Fisher's Exact Test يبقى الشرط عندي هنا مش ان الجدول يكون 2 في 2 انما الشرط ان الكيم اللي موجودة في كل سل يكون كلمتها صغيرة عشان توصل للصفر بسرعة انما لو السلة الوحدة عدد الObservations فيها اكبر من او يسوي 5 ففي الحالة دي تقدر تستخدم كاي سكوير تست فور اندبندنس هيطلق لك قيمة افضل واسهل وبكده إيبا احنا خلصنا فيديو النهاردة يارب اكون قدرت اوصل المعلومة بشكل سهل وبسيط ولو في اي سؤال عندك ياريت تسيبولي في الكومنت تحت ولو عجبك الفيديو ياريت ما تستطعش اللايك والشير ولو لسه مشتركتش في القناة ياريت تشترك واتفعل زر الجرس عشان تابع معنا كل جديد واشوفكم على خير في فيديو جديد من فيديوهات الاحصاء الاستدلالية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة